نتحول إلى الجارة تونس وقت التحق بين الفنانة كوتر الباردي صباح الخير كوتر وصح عيدك وكل الشعب التونسي الشقيق صباح الخير إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير ونقول لكم عيد مبارك إن شاء الله للشعب الجزائري لكل ونبعثو لكم تحيات من تونس كبيرة ياسر ياسر ومحبة كبيرة برشا برشا للأشقاء الجزائريين مرحبا بك والحب متبادل بين الشعبين ولا أغبار عليه أستاذ كوتر تحبين عايتول كوتر أو نورية لأن الجزائريين يعرفونكم باسم نورية أكتر طوأنا كوتر في الشارع الجزائري يعايتولي برشا أسامي معليها كوتر وكاين حيوتة أيضا في مسلسن سيب العزيزة يعايتولي حيوتة ويعايتولي سكينة في جمع فامي ويعايتولي نورية معناها مقبولة لكل مقبول مرحبا بك خلينا في كوتر إذن كوتر ربما أنت في أول وثاني أيام العيد واش هي ربما التقوص أو التقاليد اللي تقوموا بها أنتم كتوانسة في أيام العيد هو عادة إن شاء الله سعر ربي يرحمنا وربي يهز علينا هالوباية ذا اللي يخلى العادة تتغير في تونس ولا في الكاملة للبلدان العربية لأنه أحنا في العادة النهار الثاني أكيد بيش تكون في مزيارات التوانسة يبشيوا يزوروا بعرهم العائلات اللي معناها ما يتقبلوش في الأيام العادية يتزوروا في العياد الأطفال اللي يكونوا عندهم برشة خرجات مزيانة معناها بش يخرجوا بش يمشيوا للملاعب بش يخرجوا معناها باللباس الجديد متاحهم لكن بالظروف اللي أحنا فيها توا تغيرت للمعطيات تعرف اللي تونس توا أحنا في حجر صحي شامل من تقريبا يوم الأحد الفارس إلى يوم الأحد هذية الجاي فأيام العيد الناس دونك ما تخرج وحتى كان خرجوا قليل ياسر بيش يخرجوا دونك الأطفال ما فماشا كالخرجات اللي معتادين يعملوها التزاور بين العائلات معناها الشعب التونسي قاعد يحاول يحاول مو تعرف سعيب ياسر بيش نطبقوها الحكاية منهم ولكن قاعد يحاول بيش ما يمشيوش للعائلات متاحهم خاطر الناس الكبار في العمر يقول لك نخافوا عليهم فتغيرت العادات صحيح الأغلبية تونسة في ديارهم صح هو ربما الجو نفسه في غالبية الدول العربية لكن بدرجات متفاوتة أستاذة كوطر ربما لو نحكي الآن فنيا اليوم كوطر أصبحت تحسب على الفنانين الجزائريين لأنها شركت في أكبر الإنتاجات يشرب الجزائرية وكما سبقا وذكرت ربما قلت أنك في الجزائر ولو يعيطولك بأسم غير ربما أسمك الحقيقة وهذا ربما النجاح الأدوار التي لعبتها ربما خليني نجيك من الأخير والحادث الأليم اللي عشناها خلال أيام الأخيرة لرمضان وكنت في تنائي ناجح جدا في الجزائر مع المرحوم بلاحة بن زيان ربما أحكي لي على آخر أيامكم الله يرحمه وينعمه إن شاء الله ربي يتقبله في الجنة تعرف الفنان الكبير والقدير بلاحة بن زيان هو لما حالة مش أول تعامل أحنا خدمنا مع بعضنا سنوات وسنوات لأنه أنا معناها هو خدم مع جعفر العديد من الأعمال جعفر قاسم تحية ليه إن شاء الله كل عام هو حيب خير ثم خدمنا إحنا مع بعضنا معناها في جمعي فاميلي خدمنا مع بعضنا الأجزاء متع عشر العاشر خطر ما تعرف سنوات بش خدمنا الجزء الأول والثاني ثم فما عام ما خدمناش والسنية عملنا الجزء الثالث دونك عشر متع سنين فنان من أروع ما يكون إنسانيا هو إنسان طيب ياسر 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 كما أهل وهران الكل وكما أهل الجزائر نعم كوتر ربما كيفش تلقيتي خبر وفاته يعني كان خاصة أنه هذي اليوم اللي توفى فيها المرحوم بلاحة تزامن مع ربما حالي تتسممه في مسلسل عاشور العاشر وأنت كيف تلقيتي خبر ربما هذا الخبر الصادم ليصدم الجزائريين دك كله خبر صادم وبش نكون صريحة صادم ومش صادم لأنه الفنان الكبير بلاحة كان مريف كان تعب تعب لسنوات يعني في الجزء الأول كان تعب بالقدام وعمل عملية على القلب إذا كان تعرفه لكن كان محب للحياة وقاوم وشد بالقدام معناها روحه والعمل في المسلسل كان له هو إذا كان الحياة متاعه لأنه هو بلاحة كيكون في التصوير وفي البلاتو يحيى ويبرأ إذا كان الشفاء متاعه معناها بينصير ربي سبحانه جوش فيه ولكن هو العمل متاعه يصر يفرحه يصر يخليه معناها يقاوم المرض لكن قاوم وبعد ربي هز أمانته ما كانتش مفاجأة كبيرة لي أنا نسمع فيك نعم نعم واصلي أنا نسمع فيك أنا ما كانتش مفاجأة لي بقدر ما كل مرة نقول يا ربي إن شاء الله يشفيه إن شاء الله ربي يخليه معناها الأصدقاء الكل معناها الأخوان الفنانين الجزائرين الكل كنا خايفين على بلاحة صح وحتى أنه ربما إحنا كمشاهدين كمشاهدين يعني ما حسيناش أنه الفنان بلاحة الله يرحمه كان يعاني من المرض يعني هذا يعكس ربما احترافيته أنه أدى الدور وقدر يتغلب على المرض والألم وخلنانا ما نحسوش بالألم وقلب هذا الألم قلبه ضحكة وبسمة الجزائرين اللي كلهم كانوا يستنعوا ربما المشاهد أنت وياه هو والباجي حتى نستمتعوا بالعمل أكتر أنت هو كفنان يحب يسر يسر الشعب الجزائري ويحترم يسر المشاهدين اللي تشوفوا وصحابنا اللي خدموا في السلسلة عشور العاشر ولا في الأعمال اللي يخدموا فيها بلاحة يعرفوا الشيء هذي وقت اللي يخدم يفكر في المشاهد ويحب يفرح العبد يتفرج فيه يحب يكون المتفرج فرحان بالخدمة متاعه يعمل في خدمته بحب كبير صح صح إن شاء الله ربي يرحموك ربي يرحم وندعيوه كلنا بالمغفرة وآصلا أيضا ربما ربي إذا حب إنسان يحب عبده فيه وشفنا ربما الغفور والجموع الجزائرين كلها توحدت على حب بلاحة الله يرحموك ربما أستاذة كوتر بعد وفاة المرحوم بلاحة وأنت كنت ربما تنائي في سلسلة عشور العاشر هل مستقبل أيضا النورية في مسلسلة عشور العاشر ربما سيكون ربما محدود أو ربما سيتم ربما تخلي على هذه الشخصية والله هذه ما نعرفوش لحد الآن أنا فرحانة بنجاح عشور العاشر للموسم الثالث فرحانة فرحة كبيرة خاطر الجزء الثالث مزين ياسر ياسر والمشاهدين فرحانين بي دونك التوى نعيش الفرحة هذيك وما خممتش في يكون موجود مش موجود معناها ما عنديش حتى فكرة وأكيد الإجابة هذية يجيوب عليها جعفر قاسم شفيق بركاني اللي هما كتبوا النص وجعفر قاسم هو اللي بطبيعة الحال مخرج العمل ومنتج العمل دونك أكيد هو الإجابة عنده ويحتمل جعفر نفسه مزيل خاطر بالصدمة ما عندهش حتى فكرة معناه نعم تصور أن الإجابة سيبقى وقتها طوال نعم سيدة كوت البردية نعم خليك معنا سنعود إليك بعد قليل نعود لك عماد عماد كما سبق وتكلمت مع الفنانتنا التونسية أنه الفنان دائما رغم الألم ورغم ربما يكون عدوا مشاكل وربما يكون ماشي لاحق ماديا إلى أنه يحاول يوصل رسالته لجمهور أنتم ربما كفنانين المغنيين خاصة بعض الأحيان تكون ظروفكم صعبة إلى أنه تأباوا أنكم تخرجوا أغاني حتى سينجل أو ألبومات حتى تفرحوا نوعا ما شريحة من المجتمع الفنان هذا لازم يواجه ما صعب ذو تاوي كما الله يرحمه فنان بلاحة فنان طلبوله الرحمة إن شاء الله إن شاء الله هذا الرسالة تاوي كما يقول لك على أكمل وجه طلبوله الرحمة إن شاء الله وكما يقول لك فنان سيرتول فنان صعبة لحياته بزبزة ربما أيضا الفنان بلاحة كما سبق وسمعنا أنه رغم الألم ورام المرض وقدر يصنع صورة إيجابية لدى الشعب الجزائري لكن ربما الفنان اليوم في الجزائر هل يخدم على السمعة تاعه يخلي يروحوا أنه لما يذكر يقولوا ما شاء الله هو ذك فنان كبير أو أنه ربما أصبحت العملية تجارية بحتة ندي العمل اللي نربح به ومتهمنيش ربما السمعة على الفنان كينين فنانين اللي كما يقول لك مديرها كومبرسيال وكين فنانين اللي يقدم للفن لكي يحافظ على الإسم تاعه يحافظ على السمعة تاعه يحافظ على السمعة العيلة تاعه ربما السمعة هي رأس ما للفنانين حقيقي صحيح تاعدي عماد بخصوص جديدك الفني هل هناك جديد خلال الصائفة خاصة لنا على موسم الأفراح والأعراس إن شاء الله بيانسير كين الجديد إن شاء الله عندي الجديد بعد نجح الأغاني التوعي اللي فاتو طبع الشاوي طبع الأعراس عندي إن شاء الله الجديد مع أخويا عقبة جوماطي اللي نحييه بالمناسبة نقوله له صحايتك إن شاء الله إن شاء الله لك طب ربي إن شاء الله يبتدأ من الأسبوع القادم هنا إن شاء الله رح نبدأ لنا وتقدر تعطينا ربما بعض الحصرية عندي عندي أغنية أغنية اللي كنت ليراني عملها ديو مع فنانا نخليوها تقدرش تقولنا شكونا نخليوها حجة طوب إن شاء الله حجة طوب إن شاء الله تقدر تعطينا ربما منها مقطع أو لا؟ نخليوها خليوها مفاجأة الجمهور تسعنا إن شاء الله و سينجل ربما هل عندك سينجل؟ دي سينجل عندي في طابع الراي عندي في طابع الراي وعندي في طابع ثني سطيفي وشاوي ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله رح يكون عيمة باشا إن شاء الله متواجد في السوق إن شاء الله إن شاء الله و رح تكسر إن شاء الله دنيا حتى نوعده جمهورة إن شاء الله إن شاء الله نكونوا في حسن إن شاء الله بس نظن الجمهورك خاصة بس كل جمهور الجزائري جمهور ضواق وجمهور يحب يستمتع بوحنا رأينا نديره للمكسيموم بتاعنا بنقدموا الحاجة نقية والحاجة نظيفة إن شاء الله و إن شاء الله نكونوا في حسن طريق إن شاء الله راح نرجع لك عيمة بعد قليل نعود إلى فنانتنا كوتر الباردي من تونس إذن أستاذ كوتر هل مستقبل اليوم بعيدا عن مسلسل عشر والعشر هل هناك ربما عروض أخرى من منتجين جزائريين من أجل المشاركة في أعمال جزائرية تشوف هي الاقتراحات موجودة لكن الحقيقة أنت عربي إن تعاملي مع جعف برقاسم أصبح تعامل في برشة ثيقة برشة محبة ونخدم معه بالكلمة التونسية نقوله ونخدم معه عنايم غمضة أنا مش نظهر في صورة جيدة في عمل بي في عمل عنده قيمة فنية فأنا الحقيقة أمت عربي نتعامل مع جعفر بكل معناها طمئنين وفرحة نفرح ياسر كنخدم معه دونك الاقتراحات اللي جيت ولا تجربة عملتها سابقا ما كنتش معناها كما نحب أنا فأصبحت لنخاف من التعامل مع أشخاص أخرين لكني أنا مع جعف برقاسم أكيد إذا عنده مشروع ويكلمني أنا موجودة ونخدم في كل وقت نعم أستاذة كوتر ربما مشاركتك في الأعمال الجزائرية هل ربما خلتك تخسري ربما مكانتك في الإنتاج التونسي خاصة أنه شفناك ربما مشاركتش في أعمال تونسية هذا العام وكانت مشاركتك مقتصرة على الإنتاج الجزائري هي كانت عندي مشاركة في سلسلة كانية ما كانتش في تونس في القناة الوطنية السناء السنة الفارتة كان عندي الحجر الصحي سلسلة سيري اسمها الحجر الصحي اللي كانت ناش حازدها في تونس دونك الحقيقة ما خلت ما ملعتنيش بش نخدم الأعمال في تونس لكن السناء ما عنديش مسلسل درامي في القناوات التونسية وربما جمهورك في تونس هل ربما يطالبش أنك ترجعي للشاشة التونسية حتى يشوفوك أكتر ولا ربما أنه اليوم القنوات الجزائرية والتونسية يتبادلوا ربما المشاهدين اللي جمهور التونسي خطر ما غبتش أنا ما غبتش بش يطالب أن ينرجع يعني أنا موجودة كل عام بعمل جديد السناء أنا خدمت سلسلة اسمها كينيا ما كانش وما خدمتش في المسلسلات الدرامية لكن موجودة معناها بالعمل وموجودة بحصة تتعدى على قناة التاسعة يوميا مع الخمسة متع العشية من الخمسة إلى خمسة ونص كواجينة الحصة متاعي دونك الجمهور يشوفني من خلال الحصة هذية التلفازية ويشوفني في سلسلة كينيا ما كانش لكن متوحشني في حاجة درامية صحيح لأنني عندي برشا ما خدمتش في مسلسل درامي ممتاز أستاذ كوتر ربما لديك الوقت وحتى نختم معك لو طرح لك سؤال من هي الشخصية ربما الأقرب لكوتر الباردي هل هي نورية أم حيوتة في مسلسل سيبتي العزيزة؟ لا السؤال ما تعرف الأغلبية يجيوا بيقول لك الكل هم أولادي ونحبهم لا خلينا نديرها تكون صريحة ربما كل شخصية عندها الميزة متاحة وعندها الرونق متاحة وأكيد الشخصيات الكلة اللي خدمتهم فيهم شيء قليل من كوثر معناها فيهم روحي أنا وفيهم حركتي أنا وفيهم غشي وفيهم ضحكتي وفيهم معناها الحاجات اللي فيها أنا أكيد ممزوجة بالشخصية اللي نقدم فيها لكن كل شخصية وعندها معناها ما كان ما عندهش علاقة مش نختار وحدة على وحدة هذه نوع وهذه نوع ولكن كلهم شخصيات جميلة وشخصيات أخدمتها خطر الحب صحيح ونجحتي فيها ما شاء الله لأنك خليتي صدى عند جمهورك سوى في الجزائر أو تونس أستاذ كوتربا مليل ختم كاملين مع أخيرا لجمهورك في جزائر وفي تونس نحب نقول ساعة نحي فريق العمل الكل فريق عمل عشور العاشر مشكورين لكلهم مبروك عليهم النجاح مبروك علينا بالأحرى من جعفر قاسم الشافيق بركاني المريم مفتاحي في إدارة الإنتاج كافة التقنيين اللي خدموا في المشروع هذية لأنه كل واحد قدم حاجة بش نجح العمل هذية إن شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين كيف كيف نحب نقول للشعب الجزائري إن شاء الله كل عام وحنا حين بخير إن شاء الله يتنحى هالوبا هذية وترجع الحدود تتحل ويرجع الشعب الجزائري والتونسي يمشيوا البعضهم يتزاوروا إن شاء الله وترجع الجزائرية التونسية زيدة لبعضنا وإن شاء الله يا ربي الأعمال الفنية ديما تقعد موجودة المشتركة وحتى الأعمال متاعنا اللي مش مشتركة إن شاء الله هتولي التونسة تتفرج في الجزائريين والجزائريين يتفرجوا في التونسة الأعمال متاعنا تكون معناها مشتركة حتى بالفرجة نقول أنا وإن شاء الله يا ربي يا ربي الناس لكل تكون في صحة جيدة أهم حاجة واللينا نطلبها هي الصحة والستر إن شاء الله مستورين الناس لكل كل عام توما حيين بخير من الشعب الجزائري للشعب التونسي اللي يقدم لكم كيف كيف تحياته ويقدم لكم زد التهيني بالعيد نقول لكم إن شاء الله كل عام توما حيين بخير شكرا جزيلا لك كوتر البردي على كل ما قدمتي خلال هذه المدخلة وعيدكم سعيد مجددا ولكل الشعب التونسي